أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسهده ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير من صلى لربه وصام ووقف بالمشاعر وطاف بالبيت الحرام اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وبعد وأحبتي في الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك أحبتي في الله مستعينين بالله جل في علاه نبدأ من هذه الحلقة وحتى عيد الأطحى المبارك إن أحيانا الله عز وجل على طاعته بفضله سبحانه وتعالى فالمسلمون الذين قدر الله عز وجل لهم الحج يستعدون الآن للسفر للحج خلال أسابيع قادمة إن شاء الله وجميل جدا ورائع جدا ومهم جدا أن يتعلم المسلم العبادة قبل أن يؤديها يعني المسلم قبل أن يصلي لا بد أن يتعلم كيف يتطهر كيف يتوضأ ثم كيف يصلي كذلك إذا كان المسلم سيقوم بفريضة الحج وفريضة العمرة واجب عليه وجوبا أن يتعلم مناسك الحج والعمرة وأن يتعلم كيف يؤدي حجته وكيف يؤدي عمرته ما هي أركان الحج؟ ما هي واجباته؟ ما هي سننه؟ ما هي مستحباته؟ ما هي مكروهاته؟ ما الذي يفسد الحج بالكلية أو يبطل الحج بالكلية؟ ما الخطأ الذي إذا وقعت فيه أثناء حجي يمكن أن يجبر بدم؟ وما الخطأ الذي يمكن أن أقع فيه ويعفى عنه؟ إلى غير ذلك من الأمور الهامة التي كما قلت ينبغي على كل مسلم أن يتعلمها لماذا؟ لأننا نجد المسلمين في الغالب إلا من رحم الله يذهب إلى رحلة الحج يتكلف الآلاف المؤلفة من الأموال يذهب ليؤدي فريضة الحج وركن من أركان الدين ثم هو لا يعرف عن هذه الفريضة كيف يؤديها أي شيء نعم أقول أي شيء هو سيسير مع السائرين يلبي مع الملبين يصيب مع المصيبين ويخطئ مع المخطئين نعم ويخطئ مع المخطئين لا يعرف مثلا يوم العيد مطلوب منه إيه؟ يوم عرف أعمال يوم عرف إيه؟ أعمال أيام التشريق إيه؟ لا كل هذا لا يعرفه وأنا دائما لي رأيي رأيي أنا الشخصي أقول لو أن تعلم أحكام الحج والعمرة تكلف لي أنا بالعملة المصرية ألف جنيه عشر أتلاف جنيه ده فرضا يعني هذا يعني يهن جدا أنا أدفع ألاف مؤلفة علشان أسافر وأدي ركلا من أركان الإسلام وأنا لا أعرف عنه شيئا فلو قالوا هناك دورات مكسفة تتعلم فيها بمقابل لقلنا نعم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب لكن كيف والعلم فضل الله عز وجل أصبح ميسرا والقنوات الفضائية والمساجد وغير ذلك من الوسائل وأزاعة القواني الكريم تنقل لنا هذه التفاصيل كل ما علينا أن نتابع وأن نتعلم وأن نتصل وأن نسأل وأن نستفسر كيف نؤدي فريضة الحج وكيف نؤدي فريضة العمرة هذا أمر هام 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 ونبدأ مستعين بالله جل وعلا نعرف عساني احنا بنشرح بقى شرح علمي نعرف الحج ما هو الحج في اللغة وفي الشرع معنى الحج الحج في اللغة قالوا القصد قصدت بلد كذا أي حججت إليها هذا في اللغة لكن في الشرع يقولون الحج هو التعبد لله تعالى التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم الحج هو التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا بعد كذا نشرح ان الحج له مواقيد زمانية وهي شهر شوال وذي القعدة وذي الحجة فيبقى وقت مخصوص يعني له اوقات تؤدى فيها الحج طيب طبعا نقول شوال يا اخو الكرام على قصده لو ان رجلا احرم بالحج يوم العيد عيد الفطر هل يصح احرامه نعم يصح احرامه لان شوال وذي القعدة وذي الحجة هذه اشر الحج لكن مناسك الحج بتؤدى من يوم تمانية ذي الحجة الى نهاية ايام التشريق كما سنبين كما سنبين فضل العز وجل وطبعا معلش من الطرائف التي تدل على جهد الجاهلين حتى من يعني ظنوا انفسهم من اهل العلم والثقافة يعني امرأة معينة من من يشار اليهن بالبنان ذهبت فوجدت الحج زحام شديد والناس في زحام في الطواف زحام في السعي بنصف والمروة فتقول يعني ما اجهل هؤلاء الناس يعني ما احنا ممكن نوزع الحج كل شهر دولة حج طبعا هي لا تعلم ان ايه الحج اشهر معلومات كما قال ربنا سبحانه وتعالى فالحج له مقات زمني يبقى الحج هو التعبد لله تعالى باداء المناسك في مكان مخصوص وفي وقت مخصوص على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال في الحج خذوا عني مناسككم اي تعلموا مناسك الحج مني يبقى الرسول السلام حج حجة الوداع وقال تعلموا مني تعلموا خذوا عني مناسككم طيب المسألة الثانية عن حكم الحج وعن فضل الحج يترى الحج ده أمر واجب لا بد منه ولا أمر مستحب ولا حسب رغبات الشخصية يترى الحج هذا مجرد إسقاط الفرض عني إن كان فرضا ولا يعني له ثواب وغير ذلك أولا عن حكم الحج فكما نعلم أن الحج أحد أركان الإسلام الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام الحج أحد أركان الإسلام وفروضه العظام لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر لم يقل ومن حج ومن لم يحق أقصد قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ولقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله يبقى دي أدلة من القرآن الكريم على وجوب الحج على المستطيع وسنبين الاستطاعة إن شاء الله يبقى حكم الحج واجب أي فرض على المسلم المستطيع يبقى دي أدلة من القرآن الكريم ولله على الناس حج البيت واناستطاع عليه سبيلا ولقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله يبقى دي من القرآن الكريم من السنة فالأحاديث كثيرة منها الحديث المشهور الذي نحفظه جميعا ويحفظه الأطفال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا طيب ببعند الله أدلة من القرآن ومن السنة يقولون باء الإجماع وقد أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر يا سلام تاني أجمعة الأمة أي أجمع علماء الأمة باتفاق وبلا اختلاف على وجوب الحج أي على فرضية الحج على المستطيع مرة واحدة في العمر يبقى الحج يجب كم مرة؟ يجب مرة واحدة بالنسبة تحج التانية والتلتة والعشرة هذا تطوع من شاء يتطوع فليتطوع لكن الحج الواجب مرة واحدة في العمر طيب ماذا عن فض الحج؟ الحج له فضاء الكثيرة والله لو لم يكن الحج مفروضا لحججنا واعتمرنا من أجل أن ندرك ثواب وفضل الحج وفضل العمرة يعني مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة الله والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة انظر أيها الحج أنت تسعى من أجل ماذا؟ نعم أنت أديت ركنا من أركان الإسلام لكن إن كانت حجتك مبرورة فأنت بفضل الله عز وجل إن شاء الله من أهل الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة طب ربما نتكلم عن حج مبرور لكن برضو نذكر بسرعة قالوا بر الحج قالوا أن يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لما قال خذوا عني مناسككم فنحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم بات في منا في هذه الليلة نبيته في منا ظل في عرفة من وقت من بعد الظهر مثلا حتى بعد غروب الشمس نظل في عرفة هكذا فعلى كذا نفعل كذا يبقى نرتزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم من غير تقصيره في هذا الأمر وقالوا بر الحج طعام الطعام ويعني الإحسن إلى الناس أثناء الحج قالوا بر الحج أو علامة الحج المبرور أن يعود الحاج من حجه بهيئة أو بصورة طيبة أفضل من التي ذهب بأقصد الصورة في القلب يعني يعود بإيمان قوي جديد حريص على الطاعة إن كان مثلا ربما يصلي في البيت ببعض الفروض وفي المسجد الأخرى يحافظ على صلاة الجماعة بالسمرار يحافظ على صلاة النافلة يكون حسن الأقلق مع الناس لا يكذب لا يغش وهكذا تظهر عليه علامات القبول علامات الصلاح يبقى هذا الحج المبرور أيضا الحديث المتفق عليه يعني رواه البخارية مسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله واتبالك من كلمة لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه يا سلام تاني من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته أمه من حج لله أي حج حجة خالصة لا رياء فيها ولا سمعة حجة من أجل أن الحج واجب وفرض حجة من أجل أن يدرك ثواب الحج وثواب العمر من حج لله فلم يرفث ولم يفسق الرفث بالثاء هو إما الجماع أو كناية عن الجماع أو الكلام في شأن النساء بصفة عامة الكلام في شأن النساء وما يكون بين الرجل والمرأة هذا الرفث الفسوق هو كالسب والشتم وما شاكل ذلك يبقى إنسان مهذب في تصرفاته مهذب حتى في ألفاظه من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه صفحة بيضاء نقية لذلك العلماء يقولون أن الحج هو العبادة الوحيدة التي يغفر الله عز وجل بها الصغائر والكبائر الحج هو العبادة الوحيدة التي يغفر الله عز وجل بها الصغائر والكبائر لأن مثلا الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان للرمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر لشرط ما يكونش بيقع في الكبائر يبقى الصلوات الخمس الجمعة للجمعة رمضان للرمضان مكفرات لما بينهن من صغائر الذنوب من صغائر الذنوب أما الكبائر فلابد لكل كبيرات من توبة مستقلة إلا الحج فهو بهذا الحديث رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وفي الرواية الثانية التي معنا رجع كيوم ولدته أمه يبقى الانسان لما ولدته أمه كم كان عليه من الذنوب كم كان عليه من الكبائر لا شيء يبقى يعود صفحة بيضاء نقية تقول لما الذنوب فيه ذنوب بين العبد وربه وذنوب بين العبد والعباد نعم الله عز وجل يرضي العباد من عنده ويعفو عن هذا الحاج الذي حج حجة متابعة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخلصا في حجه لله عز وجل لم يرفس ولم يفسخ هذا يرجع من ذنوبه كيوم ولدتهم اتولد من جديد يبقى كل ما مضى بفضل الله عز وجل من الذنوب عفى الله عز وجل عنه بكرمه وفضله سبحانه وتعالى ويبدأ العمل من جديد فليحرص على أن تظل هذه الصفحة بيضاء نقية لبيك اللهم لبيك طبعا الحديث في فضل الحج والعمر كثيرة نحن نبسي بنذكر إشارات في هذه المسألة طيب السؤال هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة هل يجب الحج في العمر أكثر من مرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل أو قال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجه بيان للأمة أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجه فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت أفي كل عام يا رسول الله فسكت قالها الثالثة أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ذروني ما تركتكم ذروني ما تركتكم إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم أو كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فهنا في الحديثنا رواية مسلم يقول أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجه فقال الرجل أفي كل عام يا رسول الله فقال لو قلت نعم لوجبت ولم استطعتم ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد هجرته إلى المدينة إلا إيه حجة واحدة اللي بنسمى إيه حجة الوداع ودع فيها الأمة أيها الناس خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا بهذا الموقف أبدا وبالفعل مات النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحج بفترة وجيزة جدا يعني وعاد في آخر ذر حجة فمرت عليه الشرطة معروف أنه مات في شهر الربيع للأول صلى الله عليه وسلم يقول وقد أجمع العلماء على أن الحج لا يجب على المستطيع إلا مرة واحدة إلا مرة واحدة حقيقة طبعا نشوف الحج وأن تأتينا العمرة وحكم العمرة لكن برضو أنا عايز أقول حاجة بحب أقولها كثير في المساجد بس لعل الشاشة تكون أكثر انتشارا يعني أصبح الآن عندنا كأنها يعني طبعا شيء كويس المصارعة المبادرة للعمرة والحج كثرة الحج وكثرة العمرة كثرة العمرة هناك من يذهب للعمرة في كل عام مرة وربما ذهب في العمرة أكثر من مرة هذا شيء طيب يعني بارك الله في كل من يحج ومن يعتمر واسأل الله أن يتقبل منا ومنهم وأن يغفر لهم وأن يبارك في أموالهم وأن يعوضهم عن الأموال التي كل هذا شيء طيب لكن نقول يا جماعة إحنا إذا كنا مثلا نخليف العمرة بنكسر من العمرات من أجل ماذا؟ من أجل أن ندرك الأجر والسواب لكن هذا الأجر أجر قاصر علي أنا أنا فقط الذي استفدت من هذا العمل لكن لكن يعني أنا كنت أحسن بحزبه كده في قريتي يعني يخرج من القرية بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك فيها وفي كل مدى المسلمين على مدى العام على مدى العام يعني يقارب ألف شخص يعتمر قال اليوم خمسيميس شخص طبعا هناك العمر من يؤدي العمر المرة الثانية والثالثة والعاشرة طيب تجد البلد من بلد المسلمين بلد فقيرة تنقصها خدمات أساسية من يعني أقول من ماء عذب للشرب من وحدة صحية من مشاكل ذلك من الأمور الحيوية في حياة المسلمين لو أن جزءا من هذه الأموال لمن تتكرر العمر منهم أو يتكرر الحج منهم يعني قلنا هذا العام هنخصص هذا لبناء مدرسة لبناء معهد ديني لبناء مستشفى أو مستوصف خيري أنا أقول والله أعلم يكون أعظم أجرا وأعظم ما بلش ما تروحش الأمرة روح الأمرة بس روح كل سنة مرة كل تاتة مرة إذا كان أهل الحي اللي أنت فيه أهل البلد اللي أنت تعيش فيها محتاجين إلى هذه المشروعات والخدمات الحيوية التي لا تستطيع الدولة لظروف الاقتصادية أن تقوم بها فلو أنفقنا هذه الأموال في مثل هذه الأمور تكون النفع منها متعدي ونفع دائم من الصداقات الجارية شوف المدرسة ودى المعهد يظل مئات السنين قائم والمسجد مئات السنين قائم وهكذا فربما إن شاء الله تكون أكثر نفعا وأكثر وأعظم ثوابا إن شاء الله عز وجل طيب يبقى نقول أن الحج بيجب على المستطيع في العمر مرة واحدة دا الواجب الباقي تطوع لكن يقول بقى عليه أن يبادر بالحج إذا تحققت شروطه يبقى ربنا ألوى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلة أنا أصبحت مستطيع أنا أصبحت مستطيع يقول بقى أستنى بقى لما أبقى عندي سبعين سنة وصل جواست الأولاد وطلعت على المعاش وأعدت وبعدين أروح هناك بقى لأقدر أطف حول الكعبة ولأقدر أسعى بين الصفة والمروة ولأقدر أروح أتنقل بين الجمار هناك لأن أصبحت كبير السن وضعف جسدي والخشونة في الركب إلى غير ذلك لأ علينا إيه أن نبادر حتى العلماء يسألوا سؤال لو أنا لسه شاب لم أتزوج شاب لم أتزوج ومعايا فلوس الفلوس دي ممكن تجوزني ممكن أحج بها الله أصلا بكلام مع شاب صغير السن ومعاديين معاه قدر من المال يكفي للحج ويكفي للزواج وهو لم يتزوج بأيه ما يبدأ هل يبدأ بالزواج أم يبدأ بالحج فالعلماء قالوا إن كان يخشى على نفسه لعنت يخشى من الوقوع في الحرام فيبدأ بالزواج أولا إن كان يخشى على نفسه لعنت يخشى نفسه أن يقع في الحرام بأي الصورة من الصور يبدأ بالزواج أولا حتى يغض بصره ويحصن فرجه أما إن كان لا يخشى على نفسه العنت فعليه أن يبادر بالحج أولا عليه أن يبادر بالحج أولا لأن الحج واجب عليه أصبح مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا يبقى عليه أن يبادر بالحج إبراء لذمته وأداء للفرض الذي فرضاه الله عز وجل عليه والواجب الذي أوجبه الشرع عليه يبقى دي نقطة مهمة ناخد بلنا منها والحمد لله حاليا بنجد أن معظم الحجاج خصوصا من مصر بصفة قصة حفظها الله ورعاها من الشباب الشباب هم اللي بيحقهم ويستطيع أن يسعى وأن يطوف إلى غير ذلك وهذا شيء طيب لا ننتظر حتى توهن الصحة وتضعف طيب عليه أن يبادر إذا تحققت الشروط يقول ويأثم بتأخيره لغير عذر أنت بأخر الحج ليه؟ أصلا والله إما ابن عمارة للعيال إما أعمل شقة لكل واحد إما جوز البنات إما جوز الأولى كده عدية المهمة اللي علي الحمد لله كل واحد مرت له شقة أو شرت له شقة تمليك وجوزتهم كلهم بعد كده أدور على الحج من قال هذا؟ هل شراء شقة لولدك أمر واجب عليك بمعنى ركل من أركان الدين؟ أيهما أولى؟ الحج على المستطيع ركل من أركان الإسلام فريضة فرضها الله عز وجل لم يفرض الله علي أن أبني بيتاً لولدي طيب أقولش ما نبنيش الأولاد ما نزوجش نزوج الأولاد ونبني للأولاد لكن فيه مهم وفيه أهم فيه ترتيب أولويات أنا إذا ميت ولم أحج أو إذا ميت ولم أزوج الولد الله عز وجل يسألني عن ماذا؟ هيقول لي لماذا لم تحج؟ وليقول لي لماذا لما تزوج الولد؟ لا هيقول طبعا لماذا لم تحج؟ فبالتالي أنا أبادر بالحج ما تستطعت إليه سبيلا وأدعو الله عز وجل هناك عند الكعبة وفي المشاعر وفي عرفة وفي مينة أن يوسع الله عز وجل علي وأن أزوج الأولاد وأن يرزق البنات بالأزواج الصالحين وأن وأن وأنا لا بد أن أبادر بالحج وهناك أدعو الله عز وجل أدعو الله عز وجل أن يوسع علي في مال وبارك في أولادي وفي رزقي وكذا وكذا لكن ماذا يقدم؟ يقدم الحج طبعا بلا خلاف وبلا نقاش يقدم الحج بلا خلاف ولا نقاش لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعجلوا الحج استعجلوا الحج طالما فيه استطاعة والدنيا بقت ميسرة توكل على الله تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له يا طرى دلوقتي أنت في صحتك ممكن يأتيك مرض فجأة لا قدر الله حفظك الله وحفظنا جميعا سبحانه وتعالى وبعدين من يدري دلوقتي في أمن الطريق لعل الطريق تكون غير آمنة لعل نأتي بلغة الوقت الآن تكون في حروب ونخشى نطلق الطيارة حد يضربنا بالصاروخ مثلا لعل نخشى نسير في البحر فيعترضنا ما يؤذينا فالإنسان لا يدري ما يعرض له لعل المال الموجود الآن أفقده لأي سبب من الأسباب يبقى ربما المال يذهب ربما الطريق الآمنة ربما ربما فيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده تعجلوا الحجة فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له أي ما يحدث له في المستقبل ويقول صلى الله عليه وسلم من استطاع الحجة فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانية من استطاع الحجة فلم يحج فليمت إن شاء يهودية أو إن شاء نصرانية عشان كده بنقول يا جماعة لو أني مثلا الأب كان مستطعي للحج والحمد لله الخير عن الدكتير وبعدين تكاسل بعض الشيء أو ما تفجأه أو غير ذلك وترك ميراس عظيم بنأسم التاركة بنأسم التاركة بنقول لا هناك في ديون الولد كان عليه ديون لفلان ألف ولفلان ألفين وهكذا فدائما ربنا سبحانه وتعالى يقول له في الميراس يقول بعد وصية توصون بها أو دين يوصين بها أو دين الدين الدين فبنؤدي الدين حقوق العباد فالحج حق الله الحج حق الله عز وجل فأنا عايز المسلمين ينتبهوا لهذه النقطة يبقى بنأسم التاركة بتأت والدنا الذي مات دون حج مات من غير ما يحج يبقى نقول أول تكلفة الحج السنة دي كم تعادل تقريبا مثلا تلاتين ألف أربعين ألف يبقى دول في جانب لوحدهم الله سكذا عايزين نبرئ زمة الوالد وعايزين نؤدي الفرض عنه يبقى المال ده بتاع الحج ده يطلع في جانب قبل تقسيم التاركة قبل تقسيم التاركة لأنه هو عليه دين لله عز وجل ورساله السلام قال دين الله أحق بالوفاء لما سئل إن أبوي مات وكان عايز يحج ومحجش أحج عن أبي قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضي نعم يا رسول الله قال فدين الله إيه أحق بالوفاء يبقى يا مسلمين إلا أبوه يموت أم تموت كان عندي استطاع للحج لما نقسم التاركة أول حاجة منطلع حقوق العباد كان عليه ديون كذا وعليه حقوق لله عز وجل اللي هو لم يحج وكان مستطيعا يبقى منطلع فلوس الحج دي في جانب وبعدين والله إذا كان أحد الأبناء سبق له الحج عن نفسه يبقى يذهب في العام القادم يحج عن أبيه ما كانش يبقى واحد من الناس اللي نسق فيهم إن شاء الله رب العمين سبق له الحج عن نفسه فيذهب ويحج عن أبينا نقول له تكاليف الحج كذا تفضل التكاليف كاملة وجزاك الله خير تسقط الفرض عن والدنا ويبقى البردو اللي راح يحجنا ما يكونش بتاجر بهذه القضية ويقصد نفع المسلم الذي مات من جهة ويقصد أيضا الاستمتاع بوجوده في المشاعر وفي مكة وفي عرفة وفي هذه الأماكن الفاضلة طيب نسألها بقى الرابعة شروط الحج يعني أو بمعنى آخر على من يجب الحج احنا قلنا استطاع لكن مش استطاعه بس نقول إيه أن الحج له خمسة شروط يجب الحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع خمس شروط تاني يجب الحج يبقى واجد فرض على على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع طيب طبعا على المسلم لأن الحج لا يجب على الكافر ولا يصح منه لأن الإسلام شرط لصحة إيه العبادة هذا أولا ثانيا مسلم عاقل يبقى فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه لأن العقل شرط للتكليف العقل شرط للتكليف والمجنون ليس من أهل التكليف المجنون ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يفيق لقول لمسا سلم رفع القلم يعني التكليف عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق الشرط الثاني البلوغ يبقى فلا يجب الحج على الصبي يعني الذي لم يصل إلى سن البلوغ 14 أو 15 سنة حسب البلوغ حالة اللوغ عنده يقول أيضا لأنه ليس من أهل التكليف ومرفوع عنه القلم حتى يبلغ للحديث اللي قلناه وعن الصبي حتى يحتلم طيب لكن لو حج هذا الصبي أنا رايح أحج خدت ابن الصغير معايا اللي عنده 11 سنة عنده سنة واحدة عنده أكثر عنده أقل لو حج فحجه صحيح خلاص حجه صحيح وينوى عنه والده لو الولد صغير طفل ما رأيش يقول لبيك اللهم حجا يبقى الولد يقول لبيك اللهم حجا عن ولد يعني نيابة عن ولده يلبي عنه لكن لو كان مميز يقول ليا حبيبي يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة لبيك اللهم عمرة متمتعا بهذا الحج خلاص كده طيب وبعد كده هذه الحجة مأجور عليها لكنها لا تسقط عنه حجة الإسلام إذا ربنا أحياه حتى وصل سن البلوغ وأصبح مستطيعا عند الحج وجب عليه أن يحج حجة الإسلام يقول لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبيا لها شلت تعيين صار كده في إدها فقالت يا رسول الله ألي هذا حج قال نعم ولك أجر ألي هذا حج قال نعم ولك أجر يبقى هذا حجه صحيح يكتب له في صحيفته ولك أجر أيتها الأم التي حملت هذا الطفل وتعنيت وأتيت بهم بلد بئيدة وحملته في الطواف وفي السعي وفي غير ذلك والمناسك نعم ولك أجر يبقى هنا خدني نعم يبقى لهذا حج نعم يبقى حجه صحيح نمرت نين أنت أيها الوالد أو أيتها الوالدة أو كل من يسعى في الأولاد يؤدي المناسك إن شاء الله هو أيضا مأجور له أجر وهذا الحديث رواه مسلم ثم كما قلنا إذا كبر بقى إن شاء الله وصل البلوغ وأصبح مستطيع عليه حجة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حجة ثم عطق فعليه حجة أخرى يبقى الولد الصغير حجه هو صغير جميل حجه صحيح إن شاء الله وأبوه مأجور أو أم أو كان سبب في ذلك هذا واحد الأمر الثاني وهو إيبقى إنه إذا كبر الصبي وبلغ سن البلوغ وبقى مستطيع واجبت عليه حجة الإسلام وهنا حاجة إيه طريفة ذكرونا لما كلنا بنعمل في وزارة الأوقاف في الكويت حفظها الله فكنا علشان نروح يبقى اسمي مرش الدين عشان أعلم الناس أمور الحج فكان يسأله السؤال كده كان لغز عشان يشبه إحنا فاهمين أمور الحج فهم دقيق ولا مجرد معلومات إيه سطحية فيقولون إيه يقولون حجة وهو صبي واحتلم بالمزدلفة حجة وهو صبي يعني قبل سن البلوغ احتلم يعني وصل سن البلوغ والاحتلام وهو فين في مزدلفة أتبع لك ماذا يصنع السؤال لغزي كده علمي جميل مزدلفة دي بنبيت فيها ليلة العيد نزلنا من عرفة إلى مزدلفة ولما تشرق الشمس أو قبل شرق الشمس هلنطلق إلى مين نبدأ أعمال أيام العيد جميل الرسالة السلام يقول الحج عرفة الحج وإيه عرفة يعني من لم يقف عرفة فلا حج له إذا المطلوب يبقى علشان هذا الصبي الذي أحرم بالحج وهو صبي واحتلم بالمزدلفة أو كمان ندخل في بقى العبد الذي اعتقه سيده في المزدلفة يبقى يرجع سريعا إلى عرفة يقف بها ولو لحظة ولو لحظة قبل طلوع الفجر تاني يرجع إلى عرفة هذه المسافة قريبة يرجع إلى عرفة يقف بها ولو لحظة قبل طلوع الفجر إذا كده إيه وقف بعرفة وهو إيه وهو محتلم يعني وهو وصل سن البلوغ خلاص ويتم مناسك الحج فهنا إيه أجزاته هذه الحجة عن حجة الإسلام خلاص دي إيه لغزة كده إيه حبيت أقوله في الوسط طبعا نفس الكلام حلولنا بقى إيه البلوغ إن الحرية يبقى الحج لا يجب على العبد لأنه مملوك لا يملك شيء ده هو نفسه سلعة ملك لسيده لكن لو حجة سيده خده معاه علشان يقوم بخدمته صح حجه إن كان بإذن سيده وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعطق فعليه حجة الإسلام إذا وجد إلى ذلك سبيلا ولا يجزئ عنهما حج في حال رقه لقول صلى الله عليه وسلم في الحيث الذي ذكرناه وأيما عبد حجة ثم أعطق فعليه حجة أخرى يبقى أن الإسلام العقل البلوغ الحرية هنا إيه الاستطاعة الاستطاعة لقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وفي الحديث وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا يبقى الاستطاعة برضو أيها الأحب الكرام قسمين في استطاعة مالية واستطاعة بدنية استطاعة مالية يبقى عندي المال اللازم لنفقات الحج وأترك النفقة لمن أعولهم إلى حين أرجع إليهم دي استطاعة مالية وهناك استطاعة إيه بأتانية استطاعة بدنية أستطيع أن أركب الدابة أو السفينة أو الطائرة أو التوبيس أو غير ذلك وأصل إلى الحج وأستطيع أن أؤدي المناسك في الحج ولو محمولا يعني شوف اللي بيحط على كرسي متحرك كده ويطوفون به كرسي متحرك ويسعون به يبقى عنده مال لأنه يؤجر هذه الوسائل يبدأ استطاعة مالية وبدنية مع بعض فالاستطاعة يقول غير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترد أو استطاعة بدنية بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشاق السفر أو كان الطريق للحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو كذا أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع وقد قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه هنا نقول بقى العلماء يقولون يقولون الحج عن الغير يجوز عن الميت فلان مات ولم يحج فلان مات نعم يقولون من شوية مات الأب دون أن يحج بنطلع من ماله نفقات الحج ويحج عنه غيره بشرط الغير ده يكون حج عن نفسه قبل ذلك طيب هل يجوز الحج عن الحي؟ قال العلماء إن كان هذا الحي لا يثبت على الراحلة يعني ما يقدرش حتى نركب الطيارة مش قدر يركب نعاده في الأوتوبيس مش قدر يقعد في الأوتوبيس لا يبقى لا يثبت على الراحلة يبقى هنا العلماء قالوا يجوز الحج عنه لعدم استطاعته الذهب للمشاعر بالكلية فأصبح يعني والله أعلم حكم حكم الميت إنه خلاص ما يقدرش يصل إلى الأماكن هذه ولو محمولا طيب النسبة بقى للمرأة المرأة تعني كلمة كده بصفة عامة للرجال والنساء لكن المرأة إضافة إليه الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة الاستطاعة بقى في شرط زائد عند المرأة شرط زائد عند إيه المرأة وهو إيه وجود المحرم الذي يرافقها وجود محرم يرافقها فيه في سفر الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو لبين العلماء أولا لأنه لا يجوز الحج أو سفر المرأة للحج أو لغير الحج بدون محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصائدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها يبقى لابد المرأة عشان تسافر حتى للحج لابد أن يكون معها ما حرم معها أب معها أخ معها ابن معها زوج أو أي محرم يكون معه في سفرها يبقى لا يحل لمرأة أن تؤمن أو أمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصائدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها كل من في حرمة مؤبدة بينهما يبدأ محرم لها وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا يا رسول الله أنا اسمي كتب في القوات اللي خرج الجهاد في سبيل الله يبقى نخارج معك هم ومع جيوش المسلمين للقتال في سبيل الله وزوجتي ستخرج إن شاء الله أو زوجتي انطلقت بدأت تتحركت إيه إلى الحج ماذا أصنع فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك إذهب بصرعة سيب الحج في سبيل الله سيب الجهاد في سبيل الله وذب إلى الحج مع امرأتك ولا تترك إيه تسافر مع أن من دبقاء ده صحابي ومتكلم عن صحابية بقى كل موجودين في حجة وسلم من المؤمنين كلهم صحابة والنساء صحابيات فهي صحابية تسافر مع الصحابيات ومع الصحابة الكرام أفضل البشر بعد الأنبياء ومع ذلك قال انطلق فحج معها سيب الغزو في سبيل الله دع الجهاد في سبيل الله ألق السلاح انطلق وحج مع امرأتك يبقى مش عايزين يا جماعة نتساهل في الأمر أن تحج المرأة بغير محرم أين عمونك من العلماء من قال إذا كانت المرأة تسافر في رفقة مأمونة والسافر في جمع من النساء في ثقات وكذا تسافر نعم هذا رأي هذا رأي مش هنسفه ولا نقول انه لا يصح لكن الأفضل والأعظم أجرا ألا تسافر المرأة إلا إلا مع ذي محرم ولو لم تسافر للحج مع وجود للصطاعة المالية لو لم تسافر لعدم وجود المحرم لا إثم عليها ما نوش انها آثمة لأنها لم تسافر للحج رغم استطاعتها المالية لا بد من استطاع التي قلنا عليها موجود المحرم يعني أذكر من أحد ما شيخنا رحمه الله كان يؤكد على على هذا المعنى ولما سنحن نروح بالطيارة ده ساعة ونص نكون هناك وساعة ونص نكون رجعنا فيذكر أن ناس خرجوا من بلد من البلاد بالطائرة للحج وحدث أمر فتعطلت الطائرة وهبط التهبوط إيه اضطراري هبط التهبوط إيه اضطراري في مكان ما فكان الرجال يستقنوا بقى النساء بيطللل نزلوا الناس اللي فوق والضعفة والنساء يستقنوا هكذا بيديهم فيصبح إيه الشخص كأنه في حضن إيه الشخص الثاني فالزوج كان مع زوجته فلما تلقى زوجته لما نزلت بقى الطائرة الطراري أصبحت المرأة كأنها في حضنه فقال لها لو أتيت وحدك هذا العشي عن الحضن كان يبقى من نصيب مين فلابد أن نلتزم بأداب الشرعي في هذا الأمر إن شاء الله رب العمين أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حج بيتي الحرام إن شاء الله نواصل في الأسابيع القادمة إن شاء الله شرحنا لمناسك الحج والعمرة رزقنا الله وإياكم الحج والعمرة اللهم أمين شكرا الله لكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته سربنا نحو العلا والمجد إن أمة العلم وسل إن شئت عنا سربنا نحو العلا والمجد إن أمة العلم وسل إن شئت عنا عدقت أحلامنا نجمة سويا هي أول مدرك العليا سويا عدقت أحلامنا نجمة ترجمة نانسي قنقر